بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهاجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين النوع الثاني والأربعون في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن والخطاب يكون صادرا من المخاطب للمخاطب يبقى الخطاب عبارة عن مخاطب يعني متكلم ومخاطب يعني متلقي وسيغة وسيغة الخطاب نفسه يبقى لو تقول أركان الخطاب ثلاثة مخاطب مخاطب ومخاطب وخطاب ليسيغة يأتي على نحو من أربعين وجها يعني لي أربعين نوع النوع الأول خطاب العام المراد به العموم أحيانا يبقى الخطاب عام زي يا أيها الناس عبودوا ربكم ده خطاب عام ويراد به العموم فهمت بقى لكن لما يقولك يا أيها الذين أعمنوا ده خطاب خاص لأن مش كل الناس مؤمنين ده قليل المؤمنون لي فهمت لكن لما يقول يا أيها الناس لخطاب عام ويراد به العموم فهمت كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم يبقى ده خطاب يعني عام ويراد به العموم عموم كل معلوم فلا يغيب على الله شيء يعني معناه غير قبل الاستثناء علمت العموم إيه ألا يقبل الاستثناء فهم دي علامة العموم يبقى علامة العموم ألا يقبل الاستثناء ما نفعش رول إلا وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا يبقى لا يتصور الظلم من قبل الله ولا ممكن نقول إن إيه ربنا لا يظلم أحد إلا إبليس بس هيظلمه نفعش ولا إبليس حتى يظلم وقوله ولا يظلم ربك أحدا وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يجي حاجة عامة ويرد بها العموم هل من خالق غير الله هل الله خلقكم لكن ما خلقش الأسمك ولا ما خلقش الأشجار هم المين هل من خالق غير الله لا يوجد أحد فده كل ده خطاب عام يرد به العموم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة الله الذي تراب لأن أبونا أدم من تراب ونطفة زريته إحنا ما تخلقناش من تراب إحنا الزرية وقلقنا من إيه من ماء مهين لكن أبونا أدم من تراب فيبقى أصل الخلقة ثم بعد ذلك إيه استمرار الخلقة أصلها من التراب واستمرارها إيه من النطفة الله الذي جعل لكم الأرض قرارا في حد تاني قاعد في غير الأرض عندك بيت في الأمر ما هو ما بيفكروا يعملوا كده لكن الأجواء لا تصلح للحياة البشرية فيهاش غلاف جو فيهاش أكسجين ولا ممكن نعمل منتجع في المريخ مش هينفع برضو لإيه لأن هذه الكواكب غير صالحة لإيه للحياة البشرية ربنا خلقنا بطريقة معينة وأعد لنا الأرض بطريقة معينة يتصلح مع الحياة يبقى الأرض دي قرار عامة كيف الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وهو كثير بقى في القرآن النوع دت لي كثير في القرآن يا أيها الإنسان أي يا أيها الإنسان وأي يا أيها إيه الناس تليخ طبعا ولكن خد بالك أنا لي رأيي أن يا أيها الإنسان في القرآن لا تأتي إلا للخطاب للكافر أنا مش موافع على لي تملي يا أيها الإنسان تيجي للكافر إنما المؤمن لا وأخذ بالك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه وإذا مسه الخير منوعا إلا في استثناءه يبقى مش عايم مش نحن هنا الاستثناء علامة الخصوص وعلامة العموم قال لا يقبل الاستثناء صح ولا لا يقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلا الذين آمنوا شفت يبقى أنا رأيي أن الخطاب يا أيها الإنسان ليس عاما بل يراد به الخصوص تهمت خاص ويراد به الخصوص خاص بالكافر ويراد به الكافر يبقى دقى خطاب كان حق يحط المثال ده فين في الخاص المراد بالخصوص اللي بعديها فقيمت يا أستاذ سبحان الله يا أخي يوضع سره فأضعه بقى يسري بن رجدي الفقير الغلباني يصلح لإمام الزركشي سبحان الله يا أخي يوضع سره فأضعه في خلق يبقى إحنا إيه نيجع عندي يا أيها الإنسان دي واخد بالك نقول إيه تشور عليها بسهم كده ها تنزل تحت في النوع اللي تحت بخلاف يا أيها الناس يبقى أحيانا يا أيها الإنسان نك كرح لربك كدحا فملقيه دي عام يرابي لكن إيه إذا استسنى يبقى ما ينفع هنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك برضو دي عامة على فكرة دي عامة ليه لأنه ما استسنهاش لما تيجي تقرأ الآيات دي ما فيهش فيها استسناء وشوف ربك من رحمته بيخاطب تملي وبعدين مين اللي اتغر مين اللي اتغر ما هو الكاف يعني هي فيها الخصوص بالصفة هل يدخل فيها النبي هل يدخل فيها الصالحين والأولياء ما يدخلش فهمت لكن يدخل فيه كل مغرور والمغرور اللي اتبع المغرور اللي هو إبليس اللي هو إمام المغرورين لا يغرنكم بالله الغرور الغرور اللي هو مين؟ إبليس يبقى برضو يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا كريم كلا إن الإنسان لا يطغى الرأيه استغنى مين اللي بيطغى؟ الظالم المجرم أول ما يستغنى بالنعمة يضغى به وهي بدأ المؤمن مش كده تقيمت بها زي؟ يبقى خلينا مشي أنه هي يرد بها حتى الإنسان الكادح كادح إلى ربه واخد بالك زي فملاقيه دي بس يمكن الوحيدة اللي ممكن نقول عليها عامة ويرد بها لهم لكن شوف كرم ربك بيلقن الكافر الإجابة لكن على إن الكافر كافر ما عرفش الإجابة والإجابة يعني يقول له ما غرك بربك الكريم كان المفروض الكافر لو فهم يقول له كرمك يا رب هو كرمك بالسبب فهمت إزاي؟ يوم ربنا يقول له خلاص عدي لكن إيه ربنا كمان إيه؟ ما قالوش ما غرك بربك الإيه؟ شديد العقاب أو القهار فهمت إزاي؟ يعني أما يبقى لك ابن كده ويسئ لك وانت أبوه تقول له إيه اللي غرك بابوك يا ولد؟ يقول له حنانك واخد بالك هو ده اللي غرني يوم أول ما يقول له حنانك يروح وقته في حضنه صح ولا لأ؟ لكن الفقير مش موفق مش حيرا في جاوب مع إن ربنا بيغششه يوم تبقى إزاي؟ فكل دي من رحمات ربك يا الله يا كريم الثاني خطاب الخاص والمرد بالخصوص من ذلك القولي تعالى أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين سودت وجههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ يعني يكفروا بعد إيمانهم؟ آه ده بيكلم أهل الكتاب أهل الكتاب كانوا مؤمنين بالنبي قبل بعسته تهمت إزاي؟ وأول ما ظاهر النبي كفروا به فربنا بيعبع لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ يبقى الخطاب لم وجه لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عند ظهوره في الرغم أنهم آمنوا به قبل ظهوره بالإخبار عنه فهمت بقى إزاي؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الخطاب ده موجه لمين؟ للي يكنز المال ولا يخرج زكاته فهمت بقى إزاي؟ يبقى ده إيه؟ موجه خاص يراده به الخصوص ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق إنك أنت العزيز الكريم يعني إنك أنت الزليل الخسيس بس ربنا إيه؟ عشان ينزه القرآن من الألفاظ القبيحة يقوم إيه؟ يشتموا بالألفاظ المليحة سوفت بقى من جمال الأدب أنا كان ليا جد من الأجداد جدي من ناحية جدي أبو أمي جدي حسين الله يرحمه كان لا يخرج منه القبيح أبدا عمري ما سمعته القبيحة وعاش خمسة وتمانية سنة عمري ما سمعته يخرج منه لفظ قبيح لا في حال غضبه ولا رضا رحمه الله فكان ما حد من أولاده أنجب خمس بناته وولد البنات دي إحداهم كانت أمي فكان ما يزعل من حد من أولاده يقول إيه؟ يا أستاذ يا محترم يا ست يا محترم لو قال يا ست يا محترم معناها يقللت الأب على طول كده هم يفهموها كده على طول يبقى كده زعلان منهم جدا ويقعد بالأسبوع بقى لما حد يعمل منهم حاجة بالأسبوعين دي فين الست المحترمة ليه ما بتاكلش؟ يقولون تيجي تاكل بالعافية ما أنه ما يخرج أو دي زي بالزبط إيه؟ زق إنك أنت العزيز الكريم فيهمت إزاي؟ الكلامنا موجه للكافر البجرم لكن ربنا بيخطبه بخطاب إيه؟ المحترم فيهمت إزاي؟ يقوم إيه؟ يعني يبكته أكتر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك طبعا ده خاص يرد بالخصوص للنبي على طول ويبلغ إيه؟ بيخطبه برضو يرد بالخصوص ما أنزل إليه من وحي لكن مشترتي يبلغ الناس هو عنده كم جلبية ولا عنده كم شب شب ولا عنده كم سواك ولا عنده كم سيف دي ما تفرقش هو يبلغ اللي أنزل إليه من ربك يبقى برضو إيه؟ يبقى خاص ويراده بيه الخصوص وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وغير ذلك بقى الخطابة دي كتير الخاصة اللي يرد بها الخصوص زي والله يعصمك من الناس خاص رد بها الخصوص كتير بقى حتلا زي إنا أرسلناك شائرنا وبشرنا ونذيرة ودعينا الله يبيني وسراجة منيرة كل خطاب موجه للنبي واخد بالك إزاي؟ ويراد به بيان فضيلة يبقى خاص يراد بالخصوص وإنك لعلى خلق عظيم لكن في خطابة تانية موجهة للنبي ومش مراد بها النبي مراد بها الأمة كلها وأحيانا خطاب موجه للنبي والمراد بالكافر يا خبار ربي معقول آه معقول مش بيقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك فقال أنا لا أشك يبقى الخطاب موجه للشاك فقيمت إزاي؟ بس في سورة خطاب للنبي فقيمت أنه النبي غير مراد فقيمت بقى إزاي؟ فدي نمازج للخطاب في القرآن كثيرة جميلة فقيمت بقى حاجات كثيرة لأين أشركت لأحبطن عملك والنبي عمره ما يشرك يبقى لأين أشركت أيها المشرك في حين انتهاء الخطاب لشكلها موجهة للنبي في الحين انها موجهة للمشرك وهكذا بقى كثير الثالث خطاب الخاص والمراد بالعموم يبقى خطاب خاص رايح لجهة خاصة والمراد به عموم الأمة زي يا أيها النبي إذا طلقته من نساء الخطاب هنا للنبي ومراد بها كل الأمة في أحكام الطلق فقيمت بقى يا أيها النبي إذا طلقته من النساء فافتتح الخطاب بالنبي والمراد سائر من يملك الطلق على فكرة لما يبقى الخطاب للنبي والمراد بالأمة تشريف للأمة فهمت هذا تشريف أيما تشريف للأمة دليل إنها أمة مكرمة أو ربنا بيخطبها من خلال نبيها فهمت ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرنا معك كل اللي فد يستوفي النبي وأمته صح ولا لا دخلنا بقى في حاجة خاصة بالنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكع خالصة لك من دون المؤمنين إلا الحتة الأخيرة دي دي خاصة بالنبي بس لكن كل الخطاب الأولاني موجه للنبي والمراد بيه سائر الأمة والعجيب إن ربنا قال للنبي أي امرأة تيجي تهب نفسك لك يا حبيبي خدها وخاصة بيك أنت تبقى حلال عليك والنبي لم يستعمل هذه الرخصة أبدا وكانت تجي له الستات تهب نفسها يقول لهم لا حاجة ألي صلى الله عليه وسلم من كمال إيه عفته لو أنت كنت طحت في خلق الله لكن شوف ربك النبي بيين لك كمال عظمته وقال أبو بكر السيرفي ده بغدادي شافعي فقيه أصولي له تصنيف وقال أبو بكر السيرفي كان ابتداء الخطاب له يا أيها النبي فلما قال في الموهوبة لي آخر حتة خالصة لك علم أن ما قبلها له ولغيره تقيمت إزاي وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإذا كنت فيهم الخطاب هنا موجه للنبي ولكل قائد حربي مسلم في جيش فقال لي صلاة الخوف إلا أبي يوسف يا أخي تلميز سيدنا الإمام أبو حنيف قال كنوا قال له فيهم دي يبقى صلاة الخوف خاصة في حال حياة النبي لكن في الحرب يصلوا فرادا في صلاة الخوف بإمام إلا أيام النبي بدليل فيهم ده مين اللي قال كده أبو يوسف بس وقال لي وجرى أبو يوسف على الظاهر فقال إن صلاة الخوف من خصائص النبي يعني صلاة الخوف الجماعة اكتب كده جماعة صلاة الخوف إيه جماعة لكن في الحرب صلي بس منفرد متصليش مقموما ده رأيي مين سيدنا أبي يوسف وأجاب الجمهور بأنه لم يذكر فيهم على أنه شرط الجمهور ردوا على أبو يوسف قال له أبو يوسف فيه ده كده خد نفس عميق وفكر معا فيهم دي مش مراد بها النبي صلى الله عليه وسلم شرط على سبيل الشرط لا بل هي أنه صفة حال بس دي صفة حالة يعني إذا كنت فيهم يا أيها القائد الذي تقود مجموعة من المسلمين في قتال فهمت فدي صفة حال مش شفة شخص فهمت بقى إزاي والأصل في الخطاب أن يكون لمعين واخد بالك زي ما يجي يقول لك مثلا إيه في المحرمات من النساء وإيه وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم بهن طب افرد راببتي دي مش في حجري تجوزت امرأة وعندها بنت بتدرس في لندن وإحنا عادين هنا في القائرة بس بنتها بتدرس فين في لندن هي مش في حجرة هي ولا حاجة برضو حرام إن أنا تجوز يبقى ليس الشرط ليس هنا والتي في حجوركم دي معناها ليست شرطا في التحريم بل هي في الحال إنها في حال الغالب بيبقى أبناء الزوجة بيتربوا في حجر زوجها فهمت ازاي هذه كل الحكاية فهمت بقى ازاي لكن اللتي في حجوركم ليس شرطا ده صفة حال حط المثال اليسري ده كمان يلا حطوا فيها وربائبكم والتي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم بهن يبقى ايه قولوا في حجوركم ليس شرطا في التحريم ولكن جاءت في صفة حال على سبيل الغالب فهمت وقد يخرج على غير معين وقد يخرج على غير معين ليفيد العموم كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات هل هنا عين مؤمن معين لا لكن هو عين مؤمن على حالة معينة أي مؤمن بس في الحالة دي يبقى مؤمن وعمل الصالحات فهمت يبقى خرج الكلام على غير معين وفائدة الإيذان بأنه خليق بأن يؤمر به كل أحد ليحص المقصود والجميل وكقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا ولو ترى إنه هو خص بالنبي ولو ترى أيها الإنسان حال قيام الساعة تهمت إزاي برغم من الخطاب للنبي لكن يخصه لكن يرى به عموم أي إنسان في هذا الموقف حيارة ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أخرج في سورة الخطاب لما أريد العموم وللقصد إلى تفزيع حالهم وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا نخص بها رؤية راء بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب كقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت يعني أيها الرأي مش النبي أيها الرأي في الجنة يعني وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك ثم يعني هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لم يرد به مخاطب معين بل عبر بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل مبالغة فيما قصد الله من وصف ما في ذلك المكان من النعيم والملك ولبناء الكلام في الموضعين على العموم لم يجعل لترى ودليل بناء الكلام على العموم هنا في الموضعين إيه أن ترى تملي يبقى ليها مفعول به هنا ما لهاش مفعول به فيهمت إزاي ما لهاش مفعول ظاهر يعني فهو ده من علامات العموم لأن لكان لها مفعول وأظهره يبقى المقصود أن كلام مخاطب للرأي فيهمت إزاي ولبناء الكلام في الموضعين العموم لم يجعل لترى ولا لرأيت مفعولا ظاهرا ولا مقدرا ليشيع ويعوم وده كلام مين الزمخشري في الكشاف نقله بالصدر بالزبط يعني اللفظة دي جايبة من الزمخشري في الكشاف وأما قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فقيل أنه من هذا الباب أيضا ومنعه قول وقال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو للتمني لرسوله كالترجي في لعلهم يهتدون لأنه صلى الله عليه وسلم تجرع من عداوتهم الغصص الغصص يعني إيه الشدائد يعني ما لا يبتلع يعني فجعله الله كأنه تمنى أن يرهم على تلك الحالة الفضيعة من نكس الرؤوس صما عميا ليشمت بهم وإن كنت كلمة يشمت دي مش من أخلاق النبي في أهمت إزاي النبي ما كانش يشمت ولا يشف ويجوز أن تكون لو امتناعية لكن أنا رأيي بدلا ما يقول ليشمت بهم ليارى نصرة الله له يبقى أجمل ما نقول ليارى ليشمت به ليارى نصرة الله له فتقرع عينه يبقى كده لفظة جميلة مناسبة ايه لعظمة النبي مش كده بردو يبقى فوقيها كده تقول ايه من نكس الرؤوس صما عميا ليرى نصرة الله له فتقرع عينه ويذهب حزنه تكتب ليه بقى لأن الشماتة ليست من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله صلى الله لأن الشماتة والتشفي ليست من أخلاقي صلى الله عليه وسلم ويجوز ان تكون لو امتناعية وجوابها محزوف اي لرأيت اسوأ حال يرى ونقف على النوع الرابع غدا ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صلي على صلاة على أسعاد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دماء ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرادك ذيه وافدون ترجمة نانسي قنقر